اشتركوا في القناة والعادات والتقاليد المرعية وأوضح معلي أن بعض حسابات التواصل الاجتماعي التي تم أنشاؤها مؤخرا قد تداولت العديد من التجاوزات وادعت أنها تدار من الديوان الملكي وقد اتضح أنها صادرة من مواقع موسية لا صيلة لها على الإطلاق بالديوان الملكي أو أي جهة رسمية أخرى في البحرين مضيفا أن الديوان الملكي هو الجهة الرسمية التي تعمل على تنفيذ توجيهات جلالة الملك المفدى لشان الإشراف على جميع المؤسسات الدستورية بالمملكة بما يتماشى مع ما ورد بالدستور خدمة للوطن والمواطن وهو أعلى بكثير من هذه المهاترات الإلكترونية التي لا تقرها أعراف ولا تقاليد لأهل البحرين الكرام وما هي إلا معول هدم لا صلاح منه وأشار إلى أننا نرصد بكل دقة هذه الحسابات والتي تكمن خطورتها في عدم دقة المعلومات التي تبثها سواء عن الأشخاص أو المؤسسات وجميعها لا تخدم تماسك الجبهة الداخلية مضيفا أن الإجراءات المتخذة تمكنت من تحديد بعض من يدير هذه الحسابات بينما ما زالت المتابعة مستمرة للبعض الآخر ولن نكون بعيدين عن الوصول لمن يديرها وتطبيق العقوبات المقررة بحق أي مخالف حتى لو استدعى الأمر العمل على سن تشريعات جديدة تواكب مستجدات الجريمة وزيادة تأثيراتها السلبية على فئات المجتمع ونسيجه الوطني وأشار معالي الوزير إلى أنه ستكون هناك إجراءات متابعة ومحاسبة وفقا للقانون لوقف هذه التجاوزات وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتي تحولت للأسف الشديد إلى بث الفرقة ونشر الشائعات بدلا من كونها في الأصل وسائل للتواصل والترابط المجتمعية وهبى معالي الوزير بكافة المواطنين عدم الانتباه إلى حسابات التواصل الاجتماعي المغرضة وما تبث من شائعات مسيئة وأمور خارجة عن عاداتنا وتقاليدنا العربية والإسلامية الأصيلة مشددا على أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية دون سواها